سلامة شنيح ويكم لبسا عليكم يارب تكونوا في احسن الاحوال اليوم الجزء الثاني متاع الروتيني في بيت ولدي ان شاء الله يعجبكم انا في العادة كما بش نقول لكم يعني في العادة اني نسجة من غير صوته بعد ذلك الركب صوت خطر حسب الظروف اليوم يعني خديت شوية راحة خطر زاد الفيديو جيت ويل برشا كان نخلي بصوته المهم اليوم بش نهار الثاني بش نعمل الفيديو الثاني ان شاء الله الجزء الثاني لميت الدنيا بش نوري هيك في الفيديو لميت كل شيء السباح خطر قسمت القضية على اثنين برشا علي انا البرح نص واليوم نص اه اه كملت نصها و بعدها كجيت كملت بش نهار الثاني بش نغسلوا كله و من بعد بش نطيب فطور ان شاء الله و حاجة حلوة لزاكريا وميلة و في الحشي عادة الروح و ان شاء الله يعجبكم الفيديو لولاني و ان شاء الله الولاني الثاني زادة يعجبكم هاي هنمشيوا مع بعضنا ونبدأ بعض الحركة على بركة اللي صباح الخير صباح النور عسلامة النسي كل يوم مرحبا بيكم في دار ابني قبل ملي قمت الصباح مشيت نعمل في قهوة دي ساعة عملت القهوة كي ما تشوف و خليت لها شفاية لمحالة النوعية هذية لكن تسوكي ميش مشكل زدتها عليها شوية حليب و سكر وطبعا خلطتها اه بش نمشيوا مع بعضنا تول الروتينيت حضرت فطور كي ما تشوفوا توست عملت خبز ومعها كريمة و شوي عسل ليا انا و للاولاد لولاد كروسان يحبوا و بديت عاد توكلت على ربي نهار اليوم الثاني في تنظيف الجهة الاخر لأن تبارك الله كي ما قلت ديكم دار والدي كبيرة فتبارك الله و عندها صغار كي ما تشوفة دي سهرنا في انا وهوما ومشينا تعبنين مشينا رقدنا وخليتها كي قلت الصباح يلا من مش ننظفها بش ننظفها هذيك تحط فيه الكلاستات والجواندويت والشتاء والترابش والحاجات اللي يلبسوا فيهم ديما كش هذيك متاع بنتي تلعب بيها انا بلعا اني لبستها حاسيلو كل يوم تصبح لها كي ما هكا تعرف اللي عنده صغار يعرف الحاجة هذية نمشيوا مع بعض نحاسيلو هاني قدامكم النظف نتمنى اذا يعجبكم يا ربي الفيديو هذية ويعمل مشاهدات انا والله تعبت والله تعبت على خاطر قلت فرصة ننظف ونعمل روتين ننظف الولدار والدي ونساعد مرت والدي وزيد بالمرأة نعمل روتين وباش نوليش نجيب له شوية مشاهدات العباد ما عاش تحب تتفرج برشا عالاكل وعالوصفات وحطروا كان فيهم فوائد بالنسبة للبدن والجسم والكل شي انا تشوفتوا يعني فيديو ويتي كلها نحاول باش ننصح نحاول باش نعمل عن تجربتي الخاصة نعديكم تجربتي الخاصة باش يستفادوا منها الصغار في العمر لكن كم نشوف يعني من ساعات في النهار لول ما تعدليش 300 على كل حال انا من لوم حد على الحكاية هذية كل واحد ومكتوب وكل واحد وزهروا ان شاء الله هاني الحاجة انو عدكم بها اني نحاول باش ننوع ونحاول باش كل مرة باش ما نخلكمش تتقلقوا من الفيديوهاتي مرة ماكلة مرة مخلط مرة وحدو مرة تنظيف كما هكي على خطر يصعب باش نعمل تنظيف في داري غادي برشا برشا خطر ما عندي إلا بيتو صالة طوى كوجينتي محلولة في الصالة علي كل حال انا جيت لدار ولدي ففتقت مواهبي رغم التعب ورغم المرض قلت يلا ربي لعله سبحانه وتعالى نظف ونعمل وعندي أجرة والحاجة نعاونها وزيد بالمرة انو يجيب لي مشاهدات على اقل يرضاوا علي المتابعين متاعي مرحبا بكم اللي قدوم مجدد واللي مزالوك يدخلوا عندي نتمنى انو اذا عجبتهم القناة وعجبهم الفيديو ينضموا الى هذه القناة ينضموا الى هذه العائلة عائلتكم الثانية وهكاكا نكملوا حياتنا مع بعضنا ان شاء الله انا كيف امكم طبعا اكيد انتو مصغيرين مزلتوا ربي يحفظكم وربي يسعد قلوبكم ان شاء الله اهني ندور وندور في راسي حبيت نعمل نغير لها الدكور شوية على خاطر الصالة ظهرت صغيرة شوية قلت خليني نوسح فيها خاطر هي فيها التليفزيون هذي المدخل متاع الدار كما شفتوا معناه مش الصالة هذي الصالة اللوطة وانا ما مسيت هايش هذي الكل وما كملتش الفيديو اليوم هو هذي ومش هو معناها نقصت منه كيجيت عملت وانا قادروا بلي ساعة بلي بيش نزرب وبيلي بلي بيش مزل بارشا وليتش عملت اه وريتكم تنظيفات اليوم وروتينة اليوم ومعاها بيش نعمل طبعا اخر الفيديو الماكلة ولكاكمتاعة زكريا ان شاء الله خليتها معاها شوي تنظيف البنات بيوت زكريا وميلة بيت الام انا عملتها بيت والدي لكن منا ورت هيش طبعا بيت النوم صالتهم الكبيرة لم تقوموا بقيت وقت حتى اليوم مروحة لم تقوموا بقيت الصالة هي هي لم تقوموا بقيت صابون كملت نظفت الدنيا تستاهل كل خير شوفوا الكواترو بابا او واحدة عربية اعطيته لجبته لولدي حطيته في كواترو وكتبته بالعربي وكما هو وكتبته بالانجليزة ومعاملته في كواترو باش يقعد ديما ما يتمركزش وهي ربي هديها ان شاء الله شوفوا بالله بعدك التخمير شوفوا اليداتي عاملين بيت عامل بيت ومتخبي فيها هذيك حالي عنده صغار هذيك اللي حال عنده صغار متلو موش المراكز عنده صغار بتمشي ولو تلقاولها دارها دارها داخل بعادها مسكين خاطر تخمل وتنظف وفي الاخر ولدها تبركل اللي عندها ولدات يبدو يدخلوا الدنيا بعاد يحبوا يلعبوا متنجمش تمنحهم يحبوا يعملوا قيتون ويحبوا يعملوا دار كما شوفت ولد ويلدي يعني خليت معهم المهم كاملت تنظيفين متاع الصالة والمدخل يعني الصالة متاع المدخل اذاك ومبعد يكا اللنترية اذاك ومبعد يكا اعملت نظفة الباب ونظفت قدام الباب زيادة هذيكا استعملت له بصراحة شوية جافال خطر الباب يتمس وكل شي تعرف صغار وكل فاعملت له شوية والحيوت على المدخل فاعملت له شوية جافال ومع الماء طبعا نظفت هالكل اللي كما كما قاعدين تشوفوا او كالقطوس عندهم كلاب وعندهم قطوس لكن الكلاب وقت اللي حبوا نخرجوهم من برا نخرجوهم كما شوفتوا البرح نظفتها ومن داخل ومن برا كل شي طلعت هي منظف الدنيا الحقيقة يعني مش مصخة ياسر لكن انا قلت هي مش يتحاوس خاطر وترجع هي والدي تاعبين ولكلشي صفرة شوية بعيدة فاعم قلت انا قاعدا مع اللي بيش نتقلق يعني كنا بيدي بيش نتقلق خلنى نعمل وانا هدهية كله ما عنديش يعني ما عنديش بيش نعملو في داري فاقلت هاي فرصة خلن نبدع مانفتق مواهبي ونعمل اللي 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 ماناعملوش في داري غاديكا وهذا كهوالا الهذاك اللي صار كمال تمسحت انا واخراجت كما قلت لكم بعد ما نكنس النظف نظفت البره في الشارع خاطر تعرفوا ريح و ساعات يبدأ الثلج و كل شي منجموش ينظفوا برش البره وعندي شوية ماء بتاعك جافيلا ذاك صبيتوا فيها باش للتعقيمه كهو خاطر ديما مسبوب فيه الثلج و ديما موجود فيه المهم كملت نسيقتها شوية لقدام الدار وعملت نشفتها بالنشاف كما تشوفوا ذاك كمالت حتى بعد شوية وبعد ذاك رجعتها وفرشت رجعت الزرابة الاثنين متاعدة بمدخل متاعدة وكملت سكن باب المفتاح كل عادة و العوايد وطوا مشيت للا خزانة كما تشوفوا انا راني هكيكا تخميلتي راو انا منبلبسش كل شي انا شفت في تونس مثلا ساخواتي خانوا ما نقول شو برا عينين شفت ساخواتي وقت اللي ينظفوا الدنيا كل شي وخرجوا البره كله 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 في يوم واحد ومن بعد تلقاهم يسخفوا مساكن لخر اللين يعني للمغرب وهما تلقاهم بدجس دخلوا تشمسوا دخلوا نظفوا سيقوا اما ما تباوش ما عمرجعوش المعون البلاستو يعني تعب 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 ينهارين تعب فانا هنا هنا وكلت الحوتم تاع زكريا لازم اذاك من شغلي طبعا ما دامنا موجودة في الدار حاسيلو انا من طبعي اني ننظف مثلا ناخو اول حاجة خطا مريضة وثاني حاجة باش ما نحب باش هناك القذية كله مع بعضها كله نجيبه كله مع بعضه نعمل صالة النار ونهار بيت النوم ونهار طبعا كوجينة وحدها زادة نعمل هنا نهاي النجدة حاسيلو انا راو اليوم اغسلت نظفت الصالة والمدخل متاع صالة ذاك مشوفتوها كالصغيرة والكلوار والخزينة وعملت وتنظيفة البارح متاع الكوجينة قاعدت تنظيفة لكن رجعت لانو عنا تعشين وفطرنا فطور الصباح فعملت اغسلت المعون رجعت النغصة في المعون قبل ما نراكب الفطور وهذاك من اهم الحاجات للمرأة اللي يزمها تعملها نصيحة ياخذوها بالنسبة لبنات النصغير مع ورسين راوي كثرة عليكم القضية المعون اللي تيح اغسل هذيته وفتح فطور الصباح هسيلو زاكريا يحب شوية ماكلة حاجة مع العشرة كيكا لازم عندهم غديك يدخلو ياخذو شنو سناك عندهم بشكوت ولا اي حاجة المهم اغرط اي حاجة عنده في الفرجدير المهم كملت انا كما قلت اكم انصيحة ان واحد ينظف في ساقي اللي عنده ينظف اللي يتيح ساقط لقط يعني اللي يتيح نظف احسن لك باش انا مثلا نعملت كيكب باش تبقى لي اه بعد كنمشي لفطور مايو كيتيح معون لفطور مايبديش كودس يبدم في اللفابو معناه في السنك بعدي كوحلة كبيرة وتبقى لي في ساعة نكمل زايدا وما نقاطش ديماويق فهذا كملت اغسلت على فكرة انا رو عندها هكشفتو عندها البرع غسلت انا بالماكينة اليوم على خطر شوية خطر هي تلمدو شوية كتحوتو في الماكينة ما تغسلش على خطر صحنين وليه وانا زايد شوية ما كدي تشوف معناه مو مش بارشة وليت قلت خليني نغسلهم بداياتي في ساعة في ساعة ماهو مش بارشة وبالمرة مانا نستعملش الغسال على خطر زايدا انقص ذو معون مايوفيش مايوفيش اقتلوا يسبح حي اقتلوا يسبح حي هذي اكتر حاجة نكر هو هي المعون اكتر حاجة نكر هوا هي المعون اكتر حاجة نكون صابون والله ارحم المعون لو كان ما تغسلو انا ثلاثة مرات او القايلة صباح والقايلة وفي الليل كنحب نغسل اذا كما خلتوش للصباح نعمل روتين والله حاجة مولاد وان شاء الله حتى ميكلة ما نجمش نسجل ديريك كما توا هني سجلتك وما كترايك نتعرف على حاطرة ديما راجلي في الدار وديما ديما تتلقزة محلولة يعني مستحيق كان انا نعمل حاجة وتعرف اليوتيوب معنا على الموسيقى ولا حاجة وزولوا وراجلي يقلق نولي نولي نسجل 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 نولي عذاب الثاني انا نمشي نسجل بعض الركب صوت يعلي فهمتا اليوم اني الاولاد بعضهم شوية قلت خلنا نحب نسجل انا نحب نسجل وانا وانا نتكلم فهمتا نحب وانا نتكلم عالمباشرة كيكا لكن اني غالب انه من الجامش عن خاطر ظروفك فانتا وروتينيت انا زاده وقل يكوز عاجر اني من الجامش نعمل الروتينيت على خاطر داري صغيرة وكيما قلتكم راجلي متقعد في الدار يعني اعمينه يا ماماني جاة فاليوم قلت هاي فرصة في دار كنتي هي مش هنية مشيت هي ولدي حاوسو خذيت راحتي انا والاولاد وشاورتها والله العظيم اي حاجة عملتها ومش معناه تنظيف الدار اما عاليوتيوب قطرة او اي حاجة بش نعملها واني بش نسجع خطر انا معناه محتاجة كل روتينيات وما نجمش ما نجمش نعمل في الدار وانتي تعرف هي ظروفي مغير ما نحكيلها هي تعرف في البداية تعرف كداش تعرف كداش نعيش كل شي المهم فقتلي ترحبت برشا وقتلي اعمل اللي تحب تاكيور طايب يعني اعمل اللي تحب فاليوم عادة هاني ماخلى راحتي عاللخر 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 كايني باهي الواحد يعمل حاجة مباشرة ويتكلم عليها مباشرة على خاطة تبدأ طيب وتتكلم تبدأ تغسل في المعاونة تتكلم تحس كينمينتك اختك بنتك قعدة قعدة بحبيك كلي ينسوا فيك فهمت ياسر نحب وحنا الحاجة هذية اليوتيوبر كل اظنوا مش يكون الا اذا كان وقتاش وقت لي يبدو طويل ياسر الفيديو مضطرين انو نقصو فيه او نعجلو فيه لانو مستحيل باش تحطو كيما هو خاصة مواد تنظيف يعني روتين تنظيف وكل شي مش بش يكون يكون ياسر طويل كيما طوي انا هاني نتكلم اكيد بش يجدو هذية باركة معنا مش بش نتكلم فالكل حاصيلو نكمل الشن للمعينات وباش ندبر باش نطيب والله ما نعرف عندو الحمى فروم يحبو هم السباقيتة الحمى فروق باش نتصور باش نعملو السباقيتة بالحمى فروم موت عليها كيمل بارح لازاني تبركل على ولداتي وباش نشوف حاجة حلوة الي ما تكلف الشاولة يعني بالحاجة بالمواد الي عندي خاطر مش كل شي متوفر طب قطيكو ما نظيفة ومش كما في داري كناوية نحب نتفرش الفيديو طيب ولا حاجة نشري المواد متاع المواد متاع الحاجات التي نحتاجها مانا وكل شي ففي هذي ما نعرش نولي عندها فرقست وقالي لقيت وحاصيلو انا لقيت الحمى فروم مش نعمل مقرونة سباقيتة عندها السوس وكل شي والحاجة حلوة زكريا ومي اللي يحبو الحاجة حلوة البرح ملقيتش عظم منعرش هي عندها قالت لكن ما عرفتش ما وين انا ما نعرش وين المهم يمكن في الفرجدير اللو تاني خاطر هي عندها فرجدير اللوطة وانا ما ننجمش نمشي اللوطة طبعا اكيد ما نحبش يكافين الفرجدير هذي الفوق لانو عاليش ما نحبش خاطر خوها غديكة مش طوى غديكة لكن نحويش خوها غديكة ولبسته كنتش ما نحبش ندخل داري ما هيش داري ولدي فهمت بيت متاع خوها فيها الفرجدير تحط فيها حاجاتها المهم حاصيلو متى مش عدمتو ندبر فما بسكويت فما نشي فما حليب عسل تنشوف كيفش نعملو حاجة حلوة اليوم زيدا نكمل عدل القضية وبسيك تح خاطر تكين هكا باش نهردها بالطول كها والحوت الصغيرة زيدا متاع زكريا دي اعطيتها شوية مايكلة من الحاجات اللي هني يسر صغار هم ميحبوهمش يعملو قطاطش يعملو حوت صغير ويربيوها كيكا ويعطوهم يعلموهم خاطر هذي زكريا احسين نمشي وطول الاخر حاجة هي عاملو سباكتي بالحمل مفروق فركز تلقيت عندها حاسينو ملح كما تشوفو زيت ثوم باودر بسل باودر بابريكا ليه مش حارة طبعا ليه مهمة هذي الثوم اللي مفوح بالريحان يهب بالوينجين نعملوها من وستعملت السوس هذي السوس اللي هي كتماطم يعني كتماطم الفراش مطحونة لكن هي مصبرة طبعا وقليتهم الكل مع بعض مراو ما قليتش الحم وحده معلو بسلق حتيتوا كل مع بعض وخليتوا يتقلم على الحمك الفحات كله والحمه والحوه والتماطم كل شيء وعننا هني شوية جلبانا مافيها مش معبيه برشة لكن نحيت منها شوية على الاقل تلون خطري لأولادي يحبوها خاصة الاثنين حتى زكريا ولا ميلاي يحبوها برشة تبدأ خضرة كيك يحبو يكلوها نايا ويكلوها وهي على فكرة راو خلي وليتكم يكلوها برشة وهي نايا هذيك طوانة اللي قشرت منها تاهو ياخو ناخذ فيها بالباكو الباكو متيحة والله غالي يعني رطل ولا كيلو يبدأ غالي اما يبدأ تريد تاكلو بقشرتو فهم تغسلو تاكل هو يقول لك واشد معنا مغصولة حاضر باش لكن نحنا نعاود ونغسلو ونعملوها في امتالك مطيحة ليش برشة وعملت غريا غسلت شوية فلفل وورميت هذيكا مش حار وعملت شوية ماء بعد ما تقليت وخليتها غطيتها وخليتها تقلي هني طابة صيي شوف الاخر تتشعبتلي غادي او باش نغطيها بحاجة حاطيت سباكيتي الماغلي باش نعملها اللي عندو صغارة وبركلة علي تعرف والله مصلي عني بي يمدو في يدهم في كل شي يحبوا يمسوا يحبوا يكسروا المقرونة السباكيتي قبل ما يحبوا يخلطوا يحبوا يحطوا وحدهم السباكيتي هكيك اللي عندو صغار يزم يعطيه فرصة ما نجيبش نقولهم ليه على خطر يزم الصغير يزم تعطيه فرصة انه يعمل ولايد ولا ابنية البنية خطر نقول واحنا خطر نعلموها على القضية لكن الولايد داد يحب يحط مقرونة ما تعالش على الظروف يمشي يقرأ بعيد عليك لازم يتعلم كل شي يتعلم مش بش تعطيه الطيب انا طبعا نقول اما اما على الاقل اعطيه فرصة انه يخلط ويعمل ويجدر وحو لا الى المحمد الرسول ان شاء الله عليكم ليحال المرة للفيديو اللي بعد هذي يكون الكيك اللي عاملو زكريا بارني ويكون فيه تنظيف اللي بنات بيت زكريا وبيت ميلة اهنا ما قروتنا سباكتنا حضرت في طيرنا حضر طبعا نيزم نتعو ننظف الساعة كيما شفتو يا بنات خاصة ان الصغار اللي ما مازالت مع معرسة جديدة ولا مازالت ما عنداش خبرة هيك يكت تيحك فيه ساعة فيه ساقة لا قد فيه ساعة ننظف وبعدك كل شي يقعد لك ليها بلتبدأ فرحان هني اعطيتهم مفطورهم حضرت حسيلوا هذا هو الفيديو بتاعنا ما بقالي طولا نقولك استغفر الله العظيم الذي لا الى الا هو الحي القيوم واتوب وليه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسحبه اجمعين نشكركم بارشة 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 ومع ذيرة نراني في دار ولدي هذك عليش ما نجمتش نرد على التعاليق نعم الجام ولا جدور حتى نشوفكم الرخ ريال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مسلمة